السلام عليكم و اهلا بك في الجزء الاول من امتحان الشراب جتا بي ايس. الجزء الاول الذي امتحان بيكون من 3 اجزاء اكده خلينا نهارده في الفيديو ده نصارد مع بعض الجزء الاول. زي ما انت شايف كده. شراب ايس اعود ايس افتحان 20 منوطن. دو هاست هي 20 منوطن سايت. طبعا متزود تقليل انت وشترك. ها نقرأ افتحان كاناً ابداً اصد وقتهم قد ايماً يتم يجب ان يصل إلى ايماً لأنه ايماً يدخل إلى ايماً احتفلت قبل أسبوع بعيد ملادك طبعًا يا جماعة وَيَرِنٍ مَعنَتُ مَلْكِيَتَك يعني انت احتفلت بعيد ملادك انت ايماً ابداً لك صديق أو صديقة لك إليك مقدرش يجي فايل اير او زي عملت عيد ميلاد صاحبك صاحبتك مقدرش يجي لان هو او هي كان عيان كان مريض هتكتب هتقول ايه بشرايبنزي في فادي فاير ايه وصف بقه هير حفلك هتعمل ايه بجروندنزي فايلشيس جيشنك فايندنزي بزونة ستول اندفاروم اقول بقه مين جابلك ايه و هداية ايه و ايه الهداية اللي انت بتلاقيها احسن واحدة فيهم او مميزة ماخنزي انفورشاك فاينتريفن قوله بقه يا خينا افتقطك انت مجيتش ليه خلينا بقى انت قبل يوم السبت يوم الجمعة و هكذا يعني انت هنا المفروض ان تكون عارف ازاي بتعمل اقتراح بالقلم هين شرابنزي عن ايميل تكتب 80 كلمة يا جماعة متعدش تعدهم الله يكرمك عشان ما تضيعش وقت انت عموما انت بتكون عارف انت نفسك انت تقريبا السطر عندك بعمل كم كلمه هناك اشخاص تكتب كلمة و هكذا و فيه كعادي ما بين سطر الثمانية إلى عشرة يعني عشرة سطور اعتمد مجرد كلمتين و زادو كلمتين مشكلة لكن لا تكتب كثير كلما زادا غلطك كلما تكتب أكثر كلما يغلط أكثر فعنا أريد أن نلتزم إلى حد ما سأكتب جملة أو جملة أو جملة أو ثلاثة على كل واحدة من ذلك لو كتبت على فكرة على كل واحدة ثلاثة يبقى خلاص كده انت وصلت للايه للكلمات المطلوبة اختنزي افتكس افباو اوفباو انريد هناخدهم مع بعض الوقتي اي لايتون مقدمة وترتيب الكلمات دي وشلوس طبعا ايميل طبعا فالتلاز تاخد من فورما بتاعت الايميل طيب ده كده الاوفجاب المكدوب موجودة في الامتحام تعجوته الرسمي اللي موجودة على الويب سايت بتاعتهم طيب هم جايب لك لوزنج باي شبيل يعني نموذج للحل نموذج الحل ده جماعة يعني معناته ان الشخص الشخص نجح وإلى كان معاد جدا مش هيجبه لك فهي هنا بقى كاتبة زي ليبا انا طبعا هو نجح بس مش شرط يكون كل عامل كل حاجة صح يعني خليه نقرمع بعضهم ونستعرضهم ليبا انا في جيتس دي بستو فيدا جزونت اهي ابتدايك افتتاح ممتاز ازايك كيف حالك انتي صرت احسن اوني ديش واني ديش واني ديش من غيري كانت الحفلة مش ممتعة شلود نيش فيلي فروند اين مدعيش اصدقاء كتير واني ديش واني ديش واني ديش واني ديش رائع ذاست اي ليد من من فروند نيكولاي كانت اغنية من صاحبي نيكولاي ارهات اس سيلبس جيشربن كتابها بنفسه ديو موزيك اس اوه وندبا مفروض كتولي الموزيكا كانت تبا اوليجنال حاجة اصلي ما اختبار اسغلدي اسغلط في الصحة تعبيرات اسغلدي 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 اسغلوم نزيل لا تكون حزينة لا تستفل عن فوق عندك 100 انسكينوغين أريد أن تذهب معي للسينما أريد أن تذهب معي للسينما أريد أن تذهب معي للسينما في الوقت أنا أحبب أن أراك بس بايد طبعا يا جماعة تتقال في الإيميليات الرسمية بدأت لي بأنها صح عمد كومة وبدأت هنا صغير كله صح هنا لا أعرف لماذا استخدامت البرتيرتم بس عادي كنت تقول كنت تقول كنت تقول ليس متعرف على أن تكتب البرتيرتم في الإيميلي بس عادي ليس غلط طبعا كنت الصغيرة الصحيحة فيها كنت 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 الكتب كتب 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 الانريد بيكون ليبر بيتا ليبي ليزا او تقول هالو بيتا هالو ليزا كمه وتبدأ هنا شمش تدير ادبس اي اتالي اذا جبت ادبس نويس في حاجة جديدة وتكتب بقى النص زي ما قلت لك دعاله كل نقطة من النقط تكتب جملة او ثلاثة بعد شلوثات اب قولي قولي اخبارني بتا انتباطم يا بالد يعني من فضلك جاوبني سون او قريبا او عجلا روف ميش ان روف ميش تسرق تصل بيا تقول باسبالد فيلي جروسة زي ما انت عايز وبعدها تكتب داينة لو انت راجل هتكتب داينة وفور نامة اسمك الاول عيني هنا الكلمات المستخدمة بيشريبين ان انت بتوصف بتحكي بجروند ان انت بتسبب او بتعلل بتقول سبب وفور الشلاج شلاج فور اقترح ان خلينا اس وير شون سيكون من الجميل ان ضولن فيا اي او اسفلوغ انا بخطط لحاجة مخستوميت هتعمل معي وهكذا دا كان الاوفجاب 1 طبعا سهله جدا انت كل ما في الامر بس عليك اند انت ايه انت تتضرب علي كثير كل ما تكتب ايميل كده لو تخيل لو انت كتبت عشر ايميليات زي ده هتخش انت حين تجيب درجة انهائية شكراك وشكوك ان شاء الله في جزء تاني من آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ